هذا الثاني هو قال أن كتاب العلم من صحيح البخاري قال يحسن بطلبة العلم مداولته ومدارسته وحفظه وشرحه في الدورات العلمية وشيء من ذلك فأراد اختصار كتاب العلم بحذف الأسانيين أولا والبقاء على الصحابي وحذف المكرر وجمع الأبواب للتكرت تحت الحديث في مكان واحد لأن كلها حديث واحد يجتشهد به ثم هو يعنق على ما يحتاج إلى تعليق تحت في الهامش وترك مكانا لأجل أن يكتب المعلق خلف الشيخ الشارح لكتاب ما يحتاج له وسماه اختصار كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري المختصر والمعتني بالترتيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد الزهراني وفقه الله الكتاب من اصدارات دار أجال التوحيد بالاشتراك مع مركز مرآة الزمان للبحث العلمي وهو على هذه الطريقة شوفها إن شاء الله يبالي الأخوة يذكر لك الباب كما هو هذا الباب والكتاب كله مشكول ثم يذكر لك ما تحته لم يترك أي شيء من الأبواب أصلا ولا الأحاديث لكن لو تكررت يدمجها بعض من الأبواب يترك لك مكان هذا الأسطر لأجل التعليق في الدرس وشيء من ذلك وهنا ينقل ما يحتاج إلى بيان وتوضيح من كلا حافظ بن حجار أو من كلام غيره فقط لأجل التوضيح ما يحتاج إلى التوضيح يعني تعليقات جدا مختصرة وفقه الله هذا ولنشوفها تشكاتبه مهنا ملائم للدورات العلمية وهو كذلك أيضا كذلك هذا طريقة تدريسية تعليمية خرجت بعض الكتب والنتاج العلمي عندنا بهذه الطريقة ساروا يطبعون الكتاب المثل المرات شرحه وتحته عدد من الأسطر لأجل التعليق ترجمة نانسي قنقر